لأنه كلنا بنتبع منظومة النادي الأهلي بالمناسبة يعني إسلام موجود أو مش موجود بيتبع منظومة الأهلي فلان موجود أو مش موجود بيتبع منظومة الأهلي فاللي أنا بس بقول لحضراتكم أنه أنا مبسوط جداً باللي بيحصل مبسوط جداً بالتفاعل اللي حصل مبارح الحقيقة أنا قلت حاطلع أقول رأينا من خلال البيت الكبير عندنا مساء حنقدر نقول رأينا في هذا الأمر مبارح اللي هو كم عدد اللعبين المحليين السؤال اللي أنا سألته لحضراتكم بارح كم عدد اللعبين المحليين اللي يسطحوا لللعب للنادي الأهلي من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي وهنا أنا ما بقولش حاجة على اللعيبة لأن اللعيبة كلها مستوها عالي ولكن أنا أقصد مين مستوى أعلى من اللعيبة اللي عندنا الحقيقة جالي الرد كنت متخيل أن نسبة عشر أو عشرين في المية من جمهور الأهلي هتبقى زعلانة ومتدايقة على لا لقيت أن الحمد لله هناك تكاتف كبير جدا مش مع إسلام ولا مع البيت الكبير ولا مع قناة الأهلي مع النادي الأهلي وأن الكلام ده هو الصح أو هو الأقرب للصح لأن مش كلام عنا اللي صح ولا كلام حضراتكم اللي صح هو في النهاية عندنا لجنة كرة أو لجنة تخطيط بتقدر تختار أو من حقها أن هي تختار صفقة أو اثنين أو تلاتة أو مية أو يعني خمسة أو تلاتة مش مية عشان ما حدش يقولك ده مش تلاتين اسم تقدر تعمل تلاتين صفقة مش أنا اللي بقرر ولا حد يقدر يقرر اللي بيقرر احتياجات الفريق دلوقتي يا لجنة التخطيط مع المدير الفني الجديد اللي اقترب اقترب الاعلان عنه ده اللي أقدر أقوله لحضراتكم دلوقتي اقترب الاعلان عنه فالحمد لله النادي الأهلي الحمد لله نحن بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق اللي بيشتغل بشكل مؤسسي واضح جدا للجميع واضح جدا للجميع وزي ما قلت لحضراتكم في بعض الأوقات أنا ببقى مبسوط جدا لأنه بشوف قدقين ناس حسى بقيمة النادي الأهلي خلال هذه الفترة محدش قادر في مصر كلها من إخوتنا وأصدقائنا وزملائنا الصحفيين والإعلاميين يطلع يقولك أن ريكاردو سوارش مثلا يعني ريكاردو سوارش هو الموديل الفني القادم للنادي الأهلي محدش قادر يعمل كده محدش قادر يعمل كده أو أي اسم أنا بقوله عشان ريكاردو عمره ما هيجي دلوقتي يعني لكن أنا بتكلم أي اسم من الأسماء محدش قادر يطلع يقول أن فلاني الفلاني ده أو الموديل الفني الأجنبي ده هو اللي حيمسك النادي الأهلي ده نجاح لإقدارتك نجاح لمؤسستك نجاح لمجلس إدارة محترم بيعرف كيف يتفاوض وفي النهاية بيتفاوض على اسم إن شاء الله يكون هايل وإن شاء الله يعجب حضراتكم وإن شاء الله يلبي طموحات جمهورنا للأهل